السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تكونوا بي خير وعلى خير تكون أموركم مزيانة فيديو جديد ونهار جديد اقتراح زوين سهل بزف وحل ميني كيك يجيب واحد طريقة اللي هي السهلة وبسيطة وفي نفس الوقت راقية يعني لشته تقولوا ماشي بحل مكيجيش بحل ميني كيك أو لفت زين دياله الراقي بزف غادي إن شاء الله نشاركوا معاكم بطريقة بسيطة وسهلة وأي أخت أي مول عندك يعني ماشي بالضرورة هذا المول العجيب هذا اللي في هذا الشكل غير مهم تكون في هذه الحفرة في الوسط وبزيان اللي كيكون بسيطة بأي حاجة عندكم في الدار مع عليكم إلا تبقوا معايا حتى الأخر فيديو وشكرا لكم على التشجيع في الفيديو هات السابقة وعلى اللايكات ديالكم وما تبخلوش عليها أيضا بواحد الكومنتر اكتبوا ليها تعليق من التعليق وحتى الأخوات اللي ما كيكتبوش يدروا ليها غير نقطة وإن شاء الله الله غادي يجازيكم بكل خير نبدو على بركة الله في هذا الفيديو هذا بالنسبة لهذا القياس ديال هذا الكيك هذا أو لهذا الخليط غادي يخرج ليها 12 12 ميني كيك بحاجة كل اللي شفتوه يحتاجت ليها ثلاثة البيضات اللي كيكونوا دائما في حرارة المطبخ يعني يكونوا غير خرجين تلاجة ورشة ديال الملح نخدمهم مزيلا كيف ما يمكن تستعملوا غير ذاك التراب اليدوي ولا الغرف ديال العاصير تهوى نطحنوا في هاد شي كامل اللي غادي تشوفوا معايا وليستعملوا هاد هذا الطراب هاد هاد شكل وكاس قل ربع ديال ما يكون شعامر بسزا في الكاس ديال العنباء يكون كاس قل ربع كاس تولوتين ديال الكاس مسكتروش سكار وباش نتحصلوا على واحد تعليكة لي كتكون بحال كتحطان واحد المدق بحال جنواز جوج معالق ديال موربا ديال المشماش وصافي كان بدأو كان استمرو هكا في الخلط وحنا كان دائما باش يجينا خلط ديال كيك ناجح كان بقاو نديرو هاد القياسات اول هاد المقادير وحده وروا وحده بشوية وحنا كان نخلطو باش يدخل فيه هذاك الهواء قدمت ايضا كاس قل ربع ديال الزيت زيت نباتية لقياس ديال الكاس هو الكاس ديال العنباء وخمسين ميليليتر قدمت ايضا كاس عنبه ديال الحليب ومعالقة ديال هاد الفاني هذا بودرها كيفما يمكن تكبروا ديال كيس ديال الفاني ديال سكار فانيلا هو اللي نديره وكان خلط بهذا الشكل صاف مليك ان خلط هاد السوائل كلها على هذا الشكل ضرور دائما الخل واحد معلقة صغيرة ديال الخل هي ليك تردلينا الكيك ديالنا دائما هشيش الخل زيدوه في اي نوع ديال اللي كي كدرتوه يعني اي شكل اللي كي كصوبته ديرو فيها الخل كي يعطيه واحد لحشاشة في القوام ديالو وبالنسبة للخميرة هنا يا كل جوج بيضات كنديرو كيس ديال الخميرة لحلويات انا درت هنا ثلاثة غاد نزيد واحد شوية غير شوية ما تكتروش باش ما يفيدش لنا هذك المحتوى ديال ديالوك اللي مولهكك اللي نعمروه إلا كتكون الخميرة كتيرة راكي يفيد وما كيبقاش على ذاك الشكل اللي بغيتو انتو ما تحصلوا عليه بالنسبة للدقيق غادي نعبرو معاكم هنا يا درت جوج ديال الكيسان كتتعمروه عادي بلمعالقة هكا وكتبنسحوه وكتخويو والكاس الثالث هنا انتو ما تشوفو ما غديش نكملوه بالنسبة للخالط كيكون قاسح شوية على ديال المول الكبير كيف ما كيكون عاو تاني ما كيكونش عاو تاني قاسح لدرجات هذوك اللي كابكيك اللي كنصوبها ذكر كيكونوا قاسحين جدا فكان نقصحوهم هذا اللي هنتو ما شوفوا القوام دياله ماشي مطلوق وماشي ايضا في نفس الوقت قاسح هنا صافيا بعد ما خلطت الخالط غادي نضيف واحد الكيمياء ديال حبيبات شوكولاتي هي اللي يعطتنا ذاك اللون اللي شتب حال شكل من المرة هكا في الكيك تقريبا تقريبا ديروا واحد جوج مع القكبار عمرين مزيان وصافيا هنا بالنسبة لهذا اللحظة هذي راشعلت الفران بدأ كيسخن حتى غادي ندخل هذي القواليب ديالي وغادي نقول لكم ان شاء الله كيفاش طريقة ديال طياب داب غادي ندهنة ليمول ديالي بالزبدة هنه دوبتها شوية لانها راه باردة ودوبتها شوية باش باش هكي يصلاح ليا ندهنها بسرعة دهنو بالزبدة ورشو دقيق ولا يمكن تخلوهم هلا تشكل هكا هما مكا يلسقوش وفي نفس الوقت راه الزبدة دائما كتعطين لدك اللون الدايبية في الكيك ديالنا حسن هي حسن من الزيت صافي كتحاولوا تعمرو ما تعمروهاش حتى يعني كلها لانا هذي ما غادي نوريكم في الاخير بقال غير واحد شوية ما ما بغيش نزيد واحد الملاخر صافي كتفيت بها 12 ولكن دابت شوفوا مليطة بتصراهجة وشو حدين طالعين بزاف باش ما يجيوناش طالعين على الإطار لانا غادي نقلبوهم نعمرو هذيك الحفيرة ديالهم هانتوما اشتهد الشي اللي كنزيدهم غير شوية هانتوما هما في الاخير هذي اللي زتعليهم هذي القياس هذا جاو كلهم طالعين لانا ما بغيتش ندير واحد زعمة واحد الملاخر وصافي كندخلهم دابال فران غادي نطفيليه الفوق يبقى شعر غير ملتحت درجة الحرارة 180 أخذالية تقريبا غادي ياخد لي واحد 15-20 دقيقة صافي كي يطيب كتطريقة ديال باش يجيكم داك اللون دهبي في الوجه ديال كيك دائما الناس اللي كيبغوا داك اللون يجيهم مذهب وما محروقاش من التحت كتخليوها حتى كتكمل طيب ديالها في الفوق اللي كتشوفوها صافي من الجواني بديالها محمرين كتطفيوا لتحت وكتشعلو الفوق وكتعطيكم هذي اللون هذا شوفو ما شاء الله راه ناجح هذا الخاليط مئة في المئة وشوفو ردهم عيال بالهادو اللي طالعين هكا يعني احنا بغينا نقلبوهم باش نعمرهم هذي كالكيميا اللي زت هي اللي عطتني هذي الناتجة هذي منا يبهن لكم هذي ده باقل بنهار ما ديش تكون وقفة غادي نعطيكم الحل الاجاكم هكا طالعوا بغي تتعمرهم من هذيك الحفيرة ديالهم غادي ناخدو واحد سكين وغادي نحيدو هذي الفائض اللي كيكون مصف ما كيكون مقوبة بهكا ما كيخليج ديك القاعدة باش نوقفو عليها الكيك هنتو ما رباينا هنا يا كتحيدو غير شوية هذي هذي طريقة كندلوها دائما لأي كيك درناه كبير او لحجم عائلي وطلع لينا وبغينا نعمرهم من الوجه الاخر ديال اللي كيكون فيه ديك المول العاجب ديك الحفرة ولا ضروري كتحيدو هذي القيسة كبش جيكم مقدف لحطو ميجيش عوج وديك الكريمة او لذيك الخليط اللي درت فيها غادي يتزل عليكم في الجنب صحيح طريقة سهلة وبسيطة ولكن كيما قلت لكم ذاك الخليط يعني هذي خرج لنا تلتعش لقطعة عماشي اتناعش انا هذي كتال الاخر فرق سعلي ومجا طالع صافي دبا غادي ندوز معاكم صوبو الكريمة درت نصليتر ديال الحليب وفي الحقيقة هذي القياس هذي غير ربوع لتر كافي لان شطلي الكريمة خوة اللي بغوي ديروا دك شي قياس ديروا ربوع لتر ودرت جوج معا الق ديال السكوار وغادي نضيف هالكاكاو البودرة ديالكاكاو كيف ما يمكن دير هذي كل اكياس وهناي غادي ندير واحد ملعقة ديال ميزينة ولا نشط دورة ونزيد الملعقة الثانية شوفوا را ما عمرين شبزاف هكاية بالنسبة لهذا الورق هذا عندي ميزينة والكريم باتيسير والكريم شونتي كلهم فاد العلب هذي كيتشابهو وكندير واحد ذاك الاسم ديال كل حاجة كنحطها في واحد الورقة هكا من ذاك الورق ديال المطبخ اللي كنستعمل الفرق وكنحط باش نبقى نفرق بين اسهم ومايتخلطوش لي هكا دوك الباتيسير وهدوك يعني الحاجة اللي باتيش تستعمل وتلقاوها هي هي من بعد ما اغليت الخالط ديالي وانا كان سامر في تحرك احنا غادي نطيف شوفوا سبعة ديال القطاع ديال الشوكولات ممكن إلا ما باتيش دير الشوكولات دير واحد العلبة ديال الياغورت ديال الشوكولات واحد معلقة صغيرة ديال الزبدة تهي كتعطنا واحد اللمعة لهذا الكريمة ديالنا وهو صافي هو سخون كان بقى كان عمر في هذه الحفيرات ملي كتعمروا دائما الخالط ديالكم هو سخون راه الكيكا ديالكم او لأي نوع ديال الكيكا يزيد يمتص ذاك ذاك السخونية كتزيد كتعلك لنا او لكترطب لنا الكيك ديالنا وصافي هنا تزين كيبقى اختياري كتديروا اي حاجة بغيتوا تزينوا بها درت هنا يا ورقة ديال اللوز ايفيلي كتاخدوا ذاك اللوز اللي كيكون صحيح بها تشكلاكا وكتزينوا شوية الفخون بواز عندي في تلاجة او لف المجمد والمهم كتديروا تزين اللي بغيتوا واللي يعجبكم انتوما شوفوا هادو كنقطة ديال دوك حبيبات شوكولات اللي كانوا في العجينة شوفوا على لون عطانا جهال كيك بحشكل ديال ان ما رفيا نقطة تكوح الجهاز زوين بزاف وهنايا غدي ناخد شوية ديال هاد زبدة اللوتيس غدي نسخنها شوية في واحد الكسرنا فيها المسخون ونضيرها في هاد هاد اللي كان دير بهادوك الخطوط ولا تديروا غيف بلاستيكا وتقبوها وتديروا خطوط فوق الكيك ديالكم بالنسبة لهاد اللوتيس هاد ركتدروا غيف لما دافي وكتطلق ضغية يعني بسرعة هي كتدوب وكتولي على هاد الشكل هادا ممكن تدير خطوط ديال كراميل ولا بشكلت او لاب دانت يعني باي حاجة ولا تخلي وقع غير بحال هاداك الشكل راهي يعني مزينة راسها برسها صافي احنايا غدي نسدها مزيان وغدي ندير بعض الخطوط من الجوانب باشاك نزيدوا زيادها كالشكل ديال هاي جيزوين هادي ندير هاد الخطوط هادو بالنسبة للمقادير غدي تلقوها في صندوق الوصف يعني مكتوبة بالترتيب انتوما اخواتي غير ما تبخلوش عليها باللايكات ديالكم وبتشجيع دائما ان شاء الله غدي نبقى نصوب معاكم هكا اشياء اللي تقدر تكون هكا اقتصادية وتبغيوها لمنزل ديالكم واحتلوا ولدات ولداتكم وايضا الضيوف لما لا غدي نفتحها معاكم باش شوفوا كالجي خفيفة وهاشة من الداخل يعني بحل البونج هاد الكيك هادا ناجح مئة في المئة حتى لا بغتو تدره في واحد المول لي هو عائلي حجم عائلي را كيجي الديد وتعمره بنفس الطريقة هكا كيجي الديد بزاف وناجح مئة في المئة في وصف هذا هو الفيديو دياليوم اخواتي نتمنىينا الاعجاب ديالكم وصلنا لنهاية الفيديو خليت لكم الراحة الى اللقاء اشتركوا في القناة